السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي عزيزتي أهلا وسهلا فيكم في خططنا الأخيرة بإذن الله تعالى لامتحان الوزارة عارف هس الكل طالع من امتحان الرياضيات اللي مضبط اللي مخبص اللي الوزارة ضربتكم فيه اللي 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 ولكن 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 أنا بدي أحكي لك وأذكرك في آية عظيمة جدا 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 تخليك ترتاح نفسيا وتكمل بإذن الله تعالى باقي الامتحانات شو ما كان وضعك في امتحان الرياضيات شو ما قدمت في المواد اللي قبل من عربي من دين من رياضيات شو ما كانت الأجواء العامة لهذول الامتحانات من أسألة غلط من أسألة محذوفة من صعوبة من سهولة ركز في هاي الآية بشكل كثير منيح لأنه طلاب كثير بتبعتلي ساذي أنا تعب سنة راح على الفاضي الآية شو بتقول لك عزيزي إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله ربنا ما رح يضيع تعبك وقوعك تفكر لو للحظة إنه تعبك راح على الفاضي ما بتعرف تقادير رب العالمين ما بتعرفي أبدا تقادير رب العالمين فالمطلوب مننا انكمل بالسعي انكمل بالعمل انكمل بشغلنا للمصل لآخر امتحان يمكن نفسي تكسف الأرض يمكن نفسي تكزفت ولكن سدقني المهم إنك تقدر تصمد وتكمل أصبر أصبر وصبري تمام مش ضايل إشي فوصيتي إلكم بالله عليكم تنسوا امتحان الرياضيات على الكامل تنسوا شو كل إشي صار فيه تراجعش لا تشوف الحل ما تعمل إشي ارتاح واستعد للمتحان الجاد استعد للمتحان الفيزياء هذا المطلوب بينك حاليا شو ما كانت النفسية هاي عادة بتتغير يوم بتكون مبسوط يوم بتكون زعلان هاي النفسية لجواتك عادة بتتغير أصادي تمام فهس بس ارتاح بعد هيك تصحى نفسيتك بتكون أحسن فلا تقول لنفسي تتحطمت إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل يا أخوان أوكي ربنا ما رح يضيع تعبك أبدا والله العظيم والله العظيم والله العظيم ربنا ما رح يضيع إنسان تعب وشتغل بس كله بتقدير رب العالمين فلا تسأل بنتيجة ولا تسأل بمعدل في الوقت الحالي اسأل أنا شو بدي أقدم في الامتحان الجاي بدي أضل صابر بدي أعرف أنا بدي أضل بعيني الله بدي أضل إيش بدي أصبر وأكمل رغم إنه نفسيتي ممكن بالأرض فالنفسية كمان مرة قلنا إن شاء الله بتتعدل طيب يا أخوان بدي أقول لك يا علمي ويا صناعي اليوم للخطة اللي بدك تشتغل فيها خلال الأيام الجاي خطة للعلمي وخطة للصناعي أوكي خطة العلمي رح تكون مبحبحة ومرتاح فيها إنت جدا يا علمي وبتقدر فعليا تمكن المادة بشكل والله العظيم جدا كبير ثلاث أيام ونص تختم المادة براحتك وإنت مخمخ خصوصا إذا تعبت عليها كتير قبل أوكي صناعي معاك يوم ونص مضغوط الوقت برضو حاطلك جدول مقترح إنك تقدر تمشي عليه أوكي وبالآخر وأول عن آخر كل واحد بعرف شو قدراته وكل واحد بعرف شو ممكن يقدم وكل واحد بعرف شو ممكن يخلص وينجز فالخطة اللي أنا بدي أحكي لك هيها هسا هي خطة مقترحة للامتحان التزم بالأشياء الأساسية فيها أما الأوقات هي أنت بتقدر تتحكم فيها تعالي نبلش بشكل سريع عشان ما نضيع ويجدكم يا أخوان خطة الامتحان للفرع العلمي الصناعي أنت بالآخر رح تكون خطتك تمام طيب ركزوا معي يا هبايد يوم الثلاثاء بتروح تعبان مهلوك الوضع صعب ما بعرفش عاد بترتاح المهم وبتبلش الدراسة يا قلبي الساعة أربع العصر تأخرت شوي بلشت على الخمسة أنت حرت ستين تحر ولكن ولكن بدك تخلص في يوم الثلاثاء وحدتين يا علمي تمام بالكثير تخلص واحدة ونص أنا حاط لك تخلص واحدة ونص يوم الثلاثاء زخم وحركة دورانية ونص الدورانية كيف ما بلشت أنت حر حاب بتبلش على العشرة بالليل وتمدها للفجر انت حر وكي ولكن يوم الثلاثاء ما يخلص هذا اليوم كيوم انت حسب انت متى بخلص يومك مش شرط الساعة 12 يخلص وكي ممكن بيخلص على الثلاث الفجر ما فيش أي مشكلة تمام لازم تكون مني زخم ونص في الحركة الدورانية أو الحركة الدورانية كاملة وأنا بضمن لك إذا عملت هاي الحركة في أول يوم اللي هو يوم الثلاثاء صدقني لترتاح في باقي الأيام ويكون معك وجهة تحل ويكون معك وجهة تشتغل أكثر تمام من الأربعة للخطة المقترحة من الأربعة للثمانية المساء زخم أربعة ساعات بتكفيه وزيادة لأنكم عدتوه كثير أوكي بعد هيك ساعة بريك ساعة بريك بتخيل وبحبح لك الموضوع لأنه معك ثلاثة أيام ونص عين من التسعة للإحداش حركة دورانية ساعتين بتخلص فيها الأشياء الأساسية ثاني يوم بتبلش فيه كمان ثلاث ساعات للحركة الدورانية من الخمسة إلى الثمانية الصبح من الخمسة الصبح للثمانية الصبح طبعا النوم بدي يكون إلى قصد من النوم حاط لك يا تقريبا أنا بحدود الخمس ساعات أوكي وهي وقت كافي قبل الامتحانات لأنك تشتغل فيهم فالنوم الساعة 12 بالتسعة الساعة الخمسة الصبح للساعة ثمانية دورانية أنا معطيك عليها خمس ساعات إخوان أوكي بعد هيك ساعة بريك من التسعة للأربعة تسلخ تيار تسلخ تيار عن جنبه طرف أوكي معطيك عشر أحداش اتناش واحدة فنتين ثلاث أربعة سبع ساعات للتيار عشان تفرطه كامل إذا حدا مش فرطه كامل تمام هس رعطيك شوية نصائح لهذه التفصيلات أنت كيف تشتغل فيها بعد هيك من الخمسة للأحداش شو في عندك تفرط المجال المغناطيسي خمس ساعات للمجال المغناطيسي بتكون من خلص وسعدون في هذا اليوم فثلاثة أربعة بتكون منهي لموضوع الفصل الأول كامل طيب أستاذي افرض والله ما فيش مشكلة انت بحبح بالوقت فيش مشكلة انه والله بس مش فصل كامل أو مش وحدة كاملة تضلّى يوم الخميس يستر عليك عشان متخربش الجدول تمام يا أخوان هس فيها دولة أول يومين في طالب يمكن كثير متمكن من الحركة الدورانية بدهاش منه مثلا خمس ساعات وضعه صعب في الزخم فبيعطي الوقت أكثر للزخم في طالب والله التيار عنده لأ بدوش سبع ساعات شو سبع ساعات عطيني أربع خمس ساعات والمجال خليه سبع ساعات بدل ما في أي مشكلة أوكي المهم سعدون تكون مخلص ثلاثة أربعة الفصل الأول كامل أوكي الفصل الأول كامل بعد هيك شو اللي بدي يصير عندي يوم الخميس بتخلص عطناش تصحي على الخمس الفجر تمام للساعة عطناش تفرط الحث كامل أوكي تفرط الحث كامل مكمل هذا يوم إيش يوم الخميس بعد هيك من الثنتين للأربعة أنا معطيك ساعتين بريك هنا واحدة ثنتين ساعتين بريك تنام فيهم ترتاح فيهم تعمل بالذكية فيهم أو تكمل دراسة أنت حر حسب أنت شو وضعك شو مضغوط تمام ثنتين للأربعة كام حلو ساعتين للكام بعد هيك بيجي البث هذا البث رح يكون من الأربعة للستة هو أول بث إحنا معانا بثين يا أخوان رح نبث يوم أربعة ويوم خميس واخترق تلك الأوقات جدا ممتازة ليه؟ عشان تقدر تدرس قبله بعد وتخلص براحتك فبثنا الأول يوم الخميس من الساعة أربعة للساعة ستة وبثنا الثاني يوم الجمعة برضو من الأربعة لو إيش للستة شو بدنا نعمل بالبث ضروري نحضره علمي تحديدا ضروري جدا تحضره ضروري جدا جدا تحضره صناعي رح أطلب منك كمان شوي ما تحضره الساعة لأنه ما معك وقت بدك تمكن الأشياء اللي عندك أنت أوكي فطب شو بدك تحكي في البث الساعة بدي أخص لك كل القوانين رح تنزل بدي أف هاي أول شغلة كل قوانين كل قوانين كل واحدة لأنه في طلاب بتلزمها وبنعجق فبدوا إياها جاهزة فرح تكون جاهزة تمام هاي أول شغلة الشغلة الثانية رح نحل امتحان وزاري التكميلي للفرع العلمي للفرع مين العلمي تمام وأنا بحل بس نخلص كل وحدة رح أفرجيك الأسئلة اللي دايما بتيجي في الوزارة على كل وحدة بعدك رح أفتح لك اللي كتاب ونشوف أسئلة ما وردت سابقا فهاي إجباري تكون الغالب الغالبية تعينها تيجي رح تشوف في كل وحدة آه في أسئلة ما وردت قبل في الوزارة فهاي احتمالية إنها تيجي أكبر فإيش بتصير أنت ترسم خطة لأنك رح شفت الأسئلة وأنا شفت كل الأسئلة أنا شفت كل الأسئلة السنوات السابق وشفت كل الأسئلة منهاج الحديد شفت أسئلة التكمين وشفت أسئلة النظام شفت أسئلة العلم وشفت السلطة الصناعي وشفت كل هذولا فمتنبئ لك شو ممكن يجيك في امتحان الوزارة لأنها ما إجتك فكرة فرح أحكي لك في كل وحدة شو تركز على أسئلة وشو تركز على مواضيع عشان ترجع تثبتها إذا ما كنتش بتثبتها فهذا البث يا أخوان جدا مهم أوكي ورح أعرفك من خلال حل إلى الامتحان كيف تتعامل مع امتحان الوزارة ورح أفرجيك السيناريوهات الممكن تواجه في الوزارة فكل هذا الحكي رح ينحكى بإذن الله تعالى بالبث بث مدة وسعتين خلصنا البث يا معلمة بتاخد ساعة بريك من السبعة بعد هيك للإحداش بتكمل كم فخلصت يوم الخميس حثوا كم وأخذت البث تمام يوم الجمعة من الخمسة إلى اتناش نواة فقط والنواة مخلي لك ياه يوم الجمعة علشان هي الحفاظ واللي بدك تحتلم عليها علامات لأنه رح أحكي لك أنت في الوزارة كيف رح تبلش في الامتحان أنت رح تبلش حل الامتحان في النواة فبدي آخر معلومات تكون عندك النواة فبالتالي بتفوت الامتحان بتفوت قوي بتفوت تقدر تحل أسئلة النواة بعد هيك تنطلق في الامتحان لحالك فمن الخمسة إلى اتناش يوم الجمعة النواة خلصنا خلصنا من الثنتين للأربعة قبل البث حل أسئلة أنت خلصوا يا معلم أنت خلصت خلصت المادة خلصت المراجعة أوكي وحسا بقول لك كيف تراجع شو تراجعي تمام وشو حل الأسئلة يكون فيها من الأربعة ستة البث طبعا هذا بث الفصل الأول وهذا بث الفصل الثاني بس يخلص البث ساعة بريك من السبعة إلى الأحداش حل أسئلة وتثبيت قوانين وهنا رح أخليك تحل امتحان وزاري حل امتحان وزاري اللي هو امتحان التكميلي لجيل ألثان وخمسة للفرع الصناعي واللي هو إيجي أصعب من امتحان العين فحخليك تحلو ساعدون بعد البث تمام رح أطلب منك تحلو كامتحان خلصنا للأحداش خلصنا بعد هيك شو بتسوي السعودة بتقدر تنام لغاية امتحان الوزارة تقدر تصحى الصبح تخلص الأشياء اللي أنت مش تخلصها تقدر بأنك تدارك الأشياء اللي أنت ما كنت مثبتها بس يخوان ضروري تلتزم بالجدول حتى لو ما خلصت زي ما بدك فهمت علي يعني ضروري أول يومين يا أستاذي تخلص فصل أول حتى لو ما خلصت صح ليش لأنه أنا تاريك لك مجال هنا تعوض تمام فما بدي تخرب على باقي الوحدات فهمت علي وكمان مرة اللي عنده مشكلة في أحد الوحدات ومعطيها وقت أنا قليل يزيده ويخصم من الباقي فالمهم تخلص وحدة أولى فصل أول في يومين وفصل ثاني في يومين بتكون أمورك بإذن الله تعالى مية في طلاب يا أخوان في طلاب ركز معايا في طلاب عندها بدها بس نجاح وما لحقتش أستاذي تدرس كل شي إذا أنت ما لحقت تدرس كل شي وبدك بس تعدي من الفيزي وبإذن الله بتعدوا كلكم أقل واجب تكون دارس خمس وحدات من إيش من سبعة إذا درست خمس وحدات من سبعة إنت ضمنت النجاح بإذن الله تعالى ما تكنتهم تمام إيش هم الوحدات أستاذ طب شو هم أهم وحدات وحدات الفصل الثاني بالله عليك حث كم نوا مش حاب بالكم زدتها ما عنديش مشكلة حثوا نوا هذولا أكثر إيش بيجي عليهم علامات علمي وصناعي أكثر إيش بيجي عليهم علامات بالفصل الثاني حثوا نوا بالفصل الأول أستاذي شو في عندي أنا خشيت على الصناعي طيب بالفصل الأول شو عندي 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 يا سيد العزيز الزخم والتيار والحركة الدورانية للعلمي والحركة الدورانية إيش للعلمي كم وحدة صارو خمسة تمام أو بتاخد الفصل الثاني كامل بتاخدهم قاول حث كم ونوا ومن الفصل الأول بتخلص زخم ودورانية هذا إلك يا علمي صناعي 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 ركز معاي فصل الأول زخم الحركة الدورانية بيجي عليها بس ثلاث دوائر بتزدتها بزبالي إذا ما حبيتش تبلاش حالك فيها تمام فزخم تيار أوكي زخم وتيار من الفصل الأول والفصل الثاني بتاخده كامل حث كم نوا تمام فعشان تكون عارف إنت كيف تتعامل في الامتحان حسب وضعك وزي يا أستاذي طيب ركز معاي قبل أنتقل لخطة الصناعي بدي أخلص مع العلمي في تفصيلته هنا والصناعي برضو أنت الصناعي خليك معي أستاذ كيف أدرس كيف أراجع تبعطيني فيه مثلا زخم أربع ساعات ولا خمس ساعات كذول شو أعمل فيهم أستاذي تبلاش في دوسياتك تبلاش في الدوسيات بتفرتكهم تمام بس دك تحط لهم وقت أستاذي أنت بدك تبلاش في الدوسيات وبالإضافة بعد أنك تنتقل لحل الأسئلة أسئلة مين اللي كتاب فاشتغل هون اشتغل هون أمورك تمام إذا أخذ معك الوقت كامل لهذا يعطيك العافية ضل معك وقت زيادة بتحل باقي منك الأسئلة إذا أنت مش حاله تمام وأسئلة وزارة إذا ما عندك منك الأسئلة بتحل أسئلة الوزارة أو بتحل أسئلة مين عندك أو أسئلة أسئلة وزارة سابقة ركز معي سعدون أعطيك مثال فلنفتر دي يا سيد العزيز الكم الكم إحنا معطينا معنلم ساعتين ومن هون سبق 8-19-11 معطينا ست ساعات تقريبا أوكي ويجيت للكم يا قلبي ويجيت للكم أخذ معك تشيك الدوسية ثلاث ساعات أوكي أسئلة الكتاب أخذ معك ساعتين شو بضل؟ بضل ساعة لبنك الأسئلة هذا أخذ منك وقت هذا بزبطش ياخذ منك وقت كبير تكتقسم الوقت ويخوان أهم تفصيلة في مراجعتك وفي تتبيتك أسئلة الكتاب ولما تشيك الدوسية تبدك شيء قوانين ورح يكون معاك يا أستاذي بعد ما تخلص كل الليلة هاي تثبيت للقوانين رح يكون معاك مجال في يوم الجمعة تثبيت للقوانين ورح يكون معاك مجال لحل بنك الأسئلة فيا قلبي تشيك أسئلة الدوسية ومن ثم أسئلة الكتاب اللي هي الأهم اللي الوزارة بتركز عليها فهدولا يستر عليك لا تطلع من وحدة إلا أنت إيش ممكنهم مية بمية أوكي؟ هذا بالنسبة يا أخوان لخطتكم يا فرع علمي قوموا ارتاحوا وبلشوا في اللهم صلى الله عليه وسلم محمد وبلشوا الدراسة بعد هيك صناعي صناعي يا قلبي أنت مظلوم في هاي اللعبة أوكي عندك يوم خميس ويوم جمعة فقط يوم الخميس يا قلبي بتبلش على الأربعة للساة 11 المساء ممكن تمد معك هسا صناعي أنا ما بقدر حكمك بوقت لأنك لازم تنجز بس الثلاثة لازم تخلص زخم دورانية مجال سوديوان التيار فالشكف عنه لأنه طويل هذا يا أخوان طويلة بالنسبة يكونوا عليها سبع أسئلة سبع دوائر حلوين سبع دوائر حلوين بنجابه تمام؟ أول إشي زخم دورانية ثلاث أسئلة وخفيفة لطيفة ضبضبة بتقدر إيش؟ تخلصها بساعة بساعتين أمورك تمام حلو؟ مجال مغناطيسي يا أستاذي مجال مغناطيسي برضو إيش خفيف لطيف بالنسبة إليك يا صناعي فبتقدر تلمه عليه تقريباً أربعة وخمس دوايا حلو؟ التيار هو من؟ لعليه رك أكبر فحطيت لك إياه يوم اللي بعده اللي هو يوم الجمعة من الساعة خمسة الفجر للساعة عشرة فخلاصته ما يطلعش يوم الخميس من بين يديك إلا وإنت مخلص هدولة تمام؟ التحقت بتتعوض يوم الجمعة بس بدك تراعي إنك نشغال طب أستاذي يوم الخميس مش فيه بقى مع تحدي صناعي أنا ما بدي تحلق خلص إذا ضل معاك وجد يوم الخميس خلصت هدولة أو خلصت وخلصت أو بدك مش عارف شو تسوي تمام؟ احضر شيك البث بالليم يعني الساعة 12 واحدة إنت شيك البث بالراحتك فهمت علي؟ ما تلتزمش بالبث التزم بإنك تنجز التزم بإنك إيش؟ تنجز فبتشيك البث بالآخر بتشوف شو الله لو أستاذ حكي أشياء مهمة شوها آآ بتسرعه بتخلصه بتسريعها سيحة يوم الجمعة يا قلبي تيار الصباح قبل الصلاة من العشرة للثلاثة كم؟ طبعا ضمنها صلاة بتطلع بتصلي وبترجع يعني أنت مش محكوم بالوجد تمام؟ من الأربعة للتسعة بعد هيك حث وبعد هيك نواة طبعا أنا حط لك كم لحالها حط لك كم؟ الكم قبل الحث والنواة ليش؟ لأنه الكمية قلبي سهلة وأسئلتها أقل من الحث والنواة أنت كل الركك رح يكون في امتحان الوزارة على الفصل الثاني على هذول التمتين فهذول خليلي إياهم آخر التمتين عشان تمكنهم صح وتفوت الامتحان وأنت رايق فيهم خلصت يا معلم أنا هون هاط لك من العشرة للوحدة بالليل رح ياخد معك وقت بزيادة طبستدي شو وضعها؟ بتشييك القوانين صناعي صناعي مهمتك تشييق قوانين وتشغل على أسئلة الدوسية والكتاب ضل معاك مجال لأسئلة الوزارة شو بتروح بتعمل؟ بتحل امتحان الوزارة التكميلي والنظامي للفرع الصناعي هذا اللي بتحل تمام؟ فأنت المطلوب منك رح يكون أقل خلينا نحكي زخم أسئلة من العلمي ليش؟ لأنه أنت أصلاً ما بلوش هون فبس تخلص لو ضل معك ساعة ضروري ضل معك ساعة حل فيها أسرة وزارة الفرع التكميلي للجيل الـ 2005 وأو النظامي للجيل الـ 2005 اللي هو الصناعي تمام يا إخوان؟ أي سؤال أي استفسار يا قلبي أي شيء بالدكية ابعتلي على 0780323932 أنا جاهز للي بدكم إياه باي بالقلب يا رب الله يوفقكم ولا يضيعي لكم تعب ونشوف نتائجكم بإذن الله تعالى بأعلى العلامات سعطيكم العافية كامان الله